اشتركوا في القناة من الازدواجية والانهزامية الآن بعض الناس عندنا من أدعياء الثقافة مثلا إذا كلام تقول له هذا الكلام كلام الرسول صلى الله عليه وآله موجود في القرآن ما يصدق به أما إذا قلت له أنه هذا الكلام قاله الفيلسوف الغربي الفلاني يسلم قاله مثلا المفكر الغربي الفلاني يسلم تقول له قال الله وقال الرسول لا يسلم أما تقول له قال فلان الغربي يسلم فهذا دليل على انهزامية شديدة أنت عقيدتك الصحيحة تأخذها من المعين الصافي نعم إذا كلام الآخرين تطابق مع عقيدتك أيضا قد تستشهد بكلامهم لأجل إثبات الحق لأنصارهم مو لنفسك موسيقى 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 موسيقى